دلوقتي بعضين بيربوا أولادهم على إنهم اللي يقرب منك اكسر له ضرع عشان ما يرجعش تاني عارفين أنت المفهوم الغ... أنا آسف يعني المفهوم غير الرشيد اللي هو مفهوم إيه؟ علم عليه لا خالص اللي بيربوا أولاده على الحال ده حياة ابنه مش هتكون مليانة غير الصراع غير الوجع غير التهب غير الآلام ويا سلام بقى لو هو مش قادر يسامح وهو عايز ينتقم ومش عارف ينتقم شوفوا بقى الأمراض النفسية اللي هتحصلوا والاضطرابات النفسية اللي هتحصلوا إيه؟ التسامح بيشفي الصدور ويخلي الإنسان قلبه مليان نور طب نعمل إيه بقى؟ عشان نقدر نتسامح أول حاجة أنا بحب بقى إن احنا نضرب أولادنا نضرب أولادنا من وقت للتاني يعني نعمل إيه؟ احنا ماشيين كده نعمل مواقف نضرب فيها أولادنا نضرب أولادنا على التسامح نضرب أولادنا على التسامح وعلى رأيهم إن نخمس أرقهم حتى في التسامح يعني مثلا على سبيل المثال لو حصل إن حد عمل حاجة دايقتني فأقول له إنت إيه رأيك؟ أعمل إيه؟ الراجل دوت أزاني في الشغل أعمل إيه؟ فيجي يقول لي مثلا إنت لازم تعمل فيه زي ما عمل فيك أقول له طب والنتيجة يقول للنتيجة أن أنت خدت حقك أقول له آه بس أنا قلبي ما طبش أنا انتقمت آه بس أنا ما عملتش حاجة بس أنا عايز أقول لك حاجة أنا لو عملت كده بقيت زيه بس فيه احتمال تاني إن أنا لو سمحته إن هو يحبني ولو حبني أنا أحس إن أنا عملت حاجة مفيدة في حياتي أعمل إيه بقى؟ كده زيه أن ربي أولادنا كده نحسس أولادنا بإن فيه حاجة نعلم أولادنا إن اللي يعمل حاجة من الأزة نبص إحنا في وجهة تاني خالص إنه عمل الأزة دوت لإنه هو ده آخر تفكيره هل أنت ممكن يا حبيبي تفكر تفكير أحسن من ده؟ إن أنت لما تدائق من حد ما تقزهوش وممكن لما تدائق من حد وعمل موقف سلبي تفكر إن أنت ممكن تخليه أحسن واتطلع أحسن ما فيه التدريب لأولادنا مهم قوي الأمر التاني لازم نعلم أولادنا إن هم يقطعوا رجل جلسات الغيبة والنميمة وإحنا نفسنا لازم نبتدي نقف عن الغيبة والنميمة وعلى فكرة في حاجة أسمعها الغيبة والنميمة الألكترونية بس ما بقيتش غيبة والنميمة الألكترونية بقيت فضايح ألكترونية لو سمحتم أنتوا بتكتبوا فضيحة أي حد وإنت بتشاير فضيحة وإنت بتشارك في فضيحة وإنت بتشارك في كل الكلام السخيف ده ابنك بيتعلم منك بيتعلم منك إيه؟ إنه ما يسترش حد أنا ما شفتش حاجة بتساعد الإنسان على التسامح قد الستر علموا أولادكم أنهم يستروا على الناس يبقى عندنا ثلاث حاجات قلناهم دربوا أولادكم في مواقف توقفوا عن مجالس الغيبة والنميمة مع أولادكم وخاصة على السوشيال ميديا كمان علموا أولادكم أنهم يستروا على الناس حضرت النبي قال لا تحدثوني عن أصحابي فإني أحب أن ألقاهم وأنا سليم الصدر لو عايزين تخلوا أولادكم عندوا سلامة للصدر خلوا يعمل كده ومن أهم الحاجات كمان اللي أنت لازم تعملها عايز تتعلم المسامحة علم أولادك كل يوم كل يوم يدعو بظاهر الغيب لناس اتضيقوا منهم أو لناس أزوهم هيتعلم ابنك أنه هو دعاله ويسيب الدعاء ده يسري لغاية ما يعقد من بين قلوبهم وأولادنا يتعلموا بشكل تاني حاجة خمسة خلوا أولادكم يفكروا بتفكير متعدد الرؤى ما يبقاش شايف الحاجة من جهة واحدة بس خليه يشوفها مجايز ده مسكين ضعيف مجايز هو محتاج أن حد يفهمه مجايز أنه هو ما يعرفش حقيقتك وهو سمع كلام وحش عنك فلو سمحت خليه يكلمك وتتصرحه وتتصافه وتتصلحه كل ده لو عملنا مع أولادنا أولادنا احتمال كبير جدا جدا يكونوا من أفضل ما فينا ويخرجوا أحلى ما فينا ونخرج أحلى ما فيهم يا رب ساعدنا أن احنا نكون عاون لأولادنا على أنهم يكونوا منورين بأنوار الأخلاق وأنوار القيم اللي فيها تجليات نظرك إيدينا يا كريم يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر